هي في الحقيقة المكاسب أكتر بكتير من مجرد خمسية يعني طبعا الخمسية أسلجت وأسعدت جماهير النادي الأهلي بشكل كبير جدا وأسلجت صدورهم زي ما بيقولوا لكن الحقيقة المكاسب المبنية من لقاء القمة ده أعتقد أنها كتيرة جدا ومتعددة جدا وكت أتمنى طبعا أنها تيجي في ظروف غير كده يعني بمعنى ظروف بمعنى أنه المسابقة تستمر شوية لأنه ده كان هيأثر بشكل كبير جدا وإيجابي جدا على مشهور نادي الأهلي لكن في جميع الأحوال التوقف برضو في مصلحة منتخب مصر عشان نستعد الجولتين المهمين هنتكلم عن نجمنا النهاردة طبعا واحد من نجوم نادي الأهلي كابتن جمال السيد ضفنا النهاردة فيها السادسة مساء الخير وأهلا بيك وألف مبروك كابتن جمال أهلا بيك وأهلا بي سيدة المشاهدين طبعا وأنا سعيد جدا أنا في قناة نادي الأهلي بيتك ومكانك ومطرحك كابتن جمال فعلا لو الدور استمر كانت فعلا من أحد المكاسب اللي كانت هتدينا دفعة بشكل غير طبيعي طبعا ورات أهل وزمالك قمة خاصة بطولة خاصة بالنسبة للجماهير المصرية بالنسبة لجماهير نادي الأهلي بالنسبة لنادي الأهلي ذاته فدي كانت دفعة كويسة ولكن طبعا ظروف المنتخب والتوقف طبعا طبعا يعني دي أجندة دولية بس تبقى اللقاء القمة حتى لو ما كانتش حسمة يعني نحن بتكلم لسه موسم في أوله ده تالت مطش تالت أسبوع ورغم كده الأصداء بتاعتها والمرضود بتاع النتيجة ما زال مستمر لغاية النهاردة يعني بقول فات تقريبا داخلين في خمس تيام وما زالت لغاية النهاردة حالة النشوة حالة الفرحة حالة السعادة الناس كلها بتتكلم عن مطش وغاية النهاردة تمام بطولة خاصة بالأهلي والزمالك بغض النظر أسبوع أول أسبوع تاني اللي تيجي في وسط الدوري تيجي في أخر الدوري ما في الشك دي بطولة خاصة للنادي الأهلي ونزمات مكسبنا فيها كان مكسب كبير قوي ومكسب كويس وبقدري أحرزنا أهداف وكان تركيز لعبة النادي الأهلي رهيب ولما نجي نتكلم عن ناحية الفنية بورض تتكلم عن وسط الملعب أعتقد أن احنا في نادي الأهلي حاليا عندنا أفضل وسط ملعب مش عايز أقول يعني ممكن في الوطن العربي أفريقيا كمان عندنا حمدي فاتحي عندنا أليو ديانج عندنا عمر السلي بصراحة الثلاثة يعني عندهم تطور غير عادي في مستواهم علاوة على الجزء التكتيكي بيعرفوا ينفذوا بشكل كويس قوي قوي تعليمات موسيماني كانت واضحة جدا بداية من مباراة الإسماعيلي مرورة بالبنك الأهلي مرورة بمباراة الزمالك ودي كانت تحس أن عندهم وصلوا للنطج التكتيكي بشكل كبير قوي واضع جديد وشكل جديد لحمدي فاتحي بالنسبة لأدوه كثالث لعب بالضبط هاي حمدي يعني هو طبعا حقيقة من أول لمسة تقدر تحكم اللعيب ده صفقة كويسة ولا لأ 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 حقيقة حمدي من اللعيبة كمان اللي عندهم ميزة أنه مهما يتعطل يعني هو تصاب فأكتر من مرة مرة تصاب مع المنتخب مرة تصاب مع نادي أهلي لكن كل مرة يعني بيزداد بريقة الحمد لله طبعا وصل لفورما عالية وخليني أقول لك كمان يعني هارجع تاني مطش الأهلي والزمالك بس خليني أخذ رأيك في اختيارات الجمهور لشهر أكتوبر الأهلي لعب أربعة مطشات في شهر أكتوبر اتنين في أفريقيا حرس وطني زهاب وعودة ولعب مطشين في الدوري الإسماعيلي والبنك الأهلي الجمهور في شهر أكتوبر اختار أكرم توفيق لنجم الشهر أكرم خاد سبع نقاط في شهر أكتوبر في تلت مطشات ثلاثة في حرس وطني زهاب اتنين في حرس وطني عودة واثنين تانيين في البنك الأهلي رأيك في أكرم في مشوارهم على أهلي في أكتوبر واختيار جمهور نادي الأهلي يستحق 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 لأكرم توفيق من اللعيبة برضو اللي عندهم روح قتالية عالية جدا ودي يعني بتديروا أولوية عن أي لعيب بيلعب في الملعب أكرم توفيق من أفضل اللعيبة وسبقوا الكلمتي فيها حتة فنية خاصة قوي أكرم اللعيف في المواقف اللي بيتبقى واحد للد واحد بالنسبة للمدافعين بتبقى أصعب مواقف اللعيب مع الكورة أكرم توفيق بيعرف يتعامل مع الجوزية دي بشكل جيد جدا بدليل أنه هو حتى آخر المرشي بيلعب على أشرف من شرقي وأشرف قدراته عالية ولعيب كويس أكرم توفيق يكاد يكون كل الصنائيات أعتقد أنه مستخلصة تيجي برضو المواظم المباريات أو يكون حتى مباراة البنك الأهلي مباراة أفريقيا بيتميز جدا في أي منافسات صنائية منافسات صنائية دي لو جمعناها كلها مع بعض في آخر المباراة عشر لعيبة بعد عشر لعيبة الفريق اللي هيتفوق أفضل هتلاقيه هو الممكن يتفوق في المباراة ويكسب المباراة أكرم توفيق يستحقها بشكل كبير جدا علاوة على أنه هو في نفس الوقت عنده استعداد يلعب في نص الملعب برضو في المكان الدفاعي صحيح هو الجمهور متفق معك لحد كبير جدا كابتن جمال يعني لو قلت لك واستعرضنا يمكن جدول الترتيب على على الشاشة دلوقتي إحنا عندنا مركز أول أكرم توفيق برسيد سبع نقاط ينفرد بالمركز التاني حمدي فتحي برسيد خمس نقاط وفي المركز التالي عندنا عمر السلية أليو ديانج كهربا بيرسي تاو علي معلول برسيد ثلاث نقاط يعني تقريبا نفس الأسماء الحقيقة اللي أنت عليها خط نص نادي الأهلي تقريبا كله بيحتل المركز يعني قبل ما أعرف حتى الحضرك النفائج اللي هي الأفضل لعب في الشهر في الخطرة دي يعني إحنا هتلاقي نفق المتصدرين باستثناء أكرم توفيق وعلى اعتبر أنه لو اعتبرت لديه نص ملعب يبقى في على نص ملعب نادي الأهلي يتفوق بشكل جدا أنا أتكلمت عن حمدي فرح ليس تقليلا من خط الدفاع ولا خط الهجوم لا مطلقا هذا زيما حتى يعني كان زمان وإلى وقت يقول لك ده ميزان الملعب تفوق وسط الملعب هتلاقي بقية الفرقة متفوقة نيجل أليو دانج أليو دانج ده فعلا أنا فيه كلمة دايما يعني دايما بقولها كوالتي لعيب أوروبي لعيب مش طبيعي علاوة على التطور الرهيب اللي حصل في مستوى أليو دانج في البدايات ما كانش كده مع نادي الأهلي والتطور الرهيب بالنسبة لأداءه حتى بقت حاجة كويسة قوي نيجل عمر السلية نفس الكلام تطور الأداء اللي بتكلمه إن أنا ببلعبش بيهم جزئي دفاعي بس بلعبش بيهم رقم ستة إن اتنين مدافعين سبتين بيأمنوا المدافعين فقط لغير لا ياليو دانج دلوقتي سجل هدفين تطور أداءه الهجومي أنا بدافع كويس قوي وديميزة متميز بيها نيجل الجزئية الأهم تاني بول نفس الكلام عمر السلية عمر السلية بقى عند القدرات إن هي قدر يوصل للخطة 18 ويلعب القرات السبتة بشكل كويس جدا أحرز قبل كده هدف مباراة ناس الزمالك السنة اللي فاتت برضو بالهيدرز ده من نهاي القرن حاطة جون عمر السلية كايزر تشيفز النجمة العاشرة حاطة جون عمر السلية بهدف علامي أعتقد في سموح الموسم اللي فات تصوية مباراة 18 علاوة بقى كل ده الأسيست العلامي اللي عمره رابونا توفيق بالزبط توفيق من عند ربنا بشكل مش طبيعي يعني برضو مجهود يشكل عليه محمد شريف كرة صعبة جدا كرة تكاد تكونها تعديه يعني عملها بتاكلينج بريدو الشمال موقف صعب حتى للمهاجم إنه ما نيجي العمر السلية توفيق ربنا اداله حتى إنها استجلت هدف عشان ما تعديش مرور الكرام تكتيكيا يا كابتن جمال شيء يحسب لمس المسلمين ولابد الحقيقة أنه الناس تنصفوا فيها تشيل بيه دي حقيقة كتير من الناس كانت معترضة على فكرة إنه الأهلي بيلعب بتلاتة ديفندرات يعني هم بيعتبروا حمدي والسلية وديانج لعيبة نصف ملعب يميلوا أكتر للناحية الدفاعية مع أربع مدافعين أردي فده معنى إنه الأهلي بيلعب بسبعة مدافعين لكن الحقيقة الموسم ده أثبت إنه حتى مع الطريقة دي اللي تبدو إنه تشكيلها بيغلب عليه النواحي الدفاعية الأهلي حاطت مسجل في تنة مطشط عشر تجوان بينهم أربعة في الإسماعيلي وخمسة في الزمالك ليه؟ وجهة نظر الشخصية إن مستر موسماني بيعمل حاجة بتخدم حاجة تانية بمعنى لما جي الحمدي الفاتحي ظاهريا ظاهريا إنه بيلعب ديفندر في وسط الثلاثة ولكن حمدي الفاتحي في الحالة الدفاعية بينزل في وسط الاثنين عشان أحرر واحد عشان أحرر اتنين من هم الاثنين دول أحرر أقرم التوفيق ناحية اليمين وحرر علي معلوم ناحية الشمال فأنا كسبت واحد قفلت جزء اللي هو أقصر طريق المرمى عشان أنا أشتغل من اللجناب فبقوا ثلاثة زودت الاثنين دول في نص الملعب وبالتالي بقيت أربعة في نص الملعب مع سبقات على فرض إن السولية سابت وديانج سابت قديلك أربعة سوري اتنين وطرفين بقنا أربعة بحرر برضو جزء تاني إن أنا عندي مجد أفشا وعندي كلم تحديدا عن الشكل في مباراة الزمالك مع إن كان فيه تكملة لها مهمة جدا قبليها مباراة البنك الآلي وقبليها مباراة الإسماعيلي فأنا بكمل الجزئية دي الواجبات الهجومية اللي بديها في حالة الدفاع في حالة الهجوم السوري لعمر السولية وقاليو دانج هي اللي خلتنا نتحوق في مباراة نالزمالي هو زيادات اللي حاجة بتقول عليها دي يعني علي معلول زيادة جابت ضرب الجزاء تمام السولية زيادة جابت أسيست علامي لمحمد شريف مضرب الجزاء تانية تمام زيادة ديانج تقدم في أحرز هدفين بتصويبات من بره الثامنة هذا التطور اللي بنتكلم فيه اللي لازم نديه مسيماني حقه فيه التطور التكتيكي اللي بدأوا اللي يشتغل عليه حمدي فاتحي في جزء الدفاعي والالتنين أليو دانج وعمر السولية في الجزء الهجوبي ايو الاختلاف الوحيد أو التحفز الوحيد من جماهير النادي الأهلي على المطش ده هو إنه المباراة في آخرها السيناريو بتاعها ممشيش زي من جماهير كتعايزة كتعايزة سيناريو أفضل من كده تتفق ولا تختلف في الجزء وهل أجاد مسيماني في قدارة الربع الأخير من مباراة القمة؟ لا ما فيش شك بسط المسيماني خلينا هقولك حاجة مهمة جدا موضوع التبديلات دي موضوع التبديلات دي احنا طبعا دلوقتي برضو من الحاجات اللي هتكلم فيها إن من أميز الحاجات في النادي الأهلي إن أنا عندي جزء التبديلات يقدر يغير أي مباراة موضوع الأعراض أفدنا بشكل كبير جدا عندنا تنين اللعبة هيلين يقدروا يغيروا من نتيجة المباراة في أي وقت الناس كتير بتكلم على عمار ووحمد عبدالقادر ممكن يكلوهم دور ولكن أنا كمدير فني أوقات بيجيلي الجزء التبديلات بتجيلي فكرة في دماغي ممكن المساعدين بيساعدوني عليها أو ممكن يقولوا لي لا ممكن الأفضل فأنا بأستخير ربنا طبعا أنا أتكلم على أي مدير بصفة عامة ممكن يوفق فيها ممكن يوفقش اللعيب اللي ينزل ممكن يفرق معه كتير ممكن تبص لي مش في حالته فدي ممكن ما تقللش من مستر المسيمن لا لا خلص مش تقليل مطلقا برضو يعني وراجل مورد جدا جدا يبقى بالنسبة له إنه حققه مسيح هي نقطة صغيرة اللي أنا يعني ممكن أختلف معا فيها بالنسبة للميكي سوني ميكي سوني حسيت أن رتم أداء المباراة في الوقت ده وسرعة الرتم كان لسه ميكي سوني ما دخلتش فيه بسرعة فدي ممكن تكون أخرتنا نسبيا شوية مع طبعا الحالة عايزة أقول إيه الحالة العصبية اللي برضو اللي انتبت لعيبتنا الزمالك مع الشراسة يعني كان بيتميل للعوم في نسبيا شوية ولكن كان رتم المباراة ما كانش أخذ ميكي سوني قوي طيب عايزة أقف محاكة على ردود الأفعال ما بعد المباراة بس خلينا نروح لفاصل أخير وسريع وأرجع أكمل كلامي مع نجميلة لنعرضة كابتن جمال السيد طيب هارجع طبعا مهم جدا نتكلم زي ما أعادت حضراتكم مع موقف مصر في تصفيات كاس العالم يعني في المطلق كده مش بس فيما يتعلق بالمرحلة التانية اللي هي المجموعات اللي احنا إن شاء الله بإذن الله نضمن صدرتها وهشرح لحضراتكم بالجداول وبالأرقام موقف مصر في تصفيات كاس العالم بس خليني الأول كمان أقفل موضوع لقاء القمة لأن في عدد من النقاط يمكن كنت بتكلم فيها مع كابتن جمالي ويهمني أسمع فيها رأيه وكلمنا يمكن سريعا جدا على التبديلات هل كنت تشوف أنه في أسماء تستحق أنها تكون موجودة في تغييرات مصر المسلماني في المباراة القمة أوجي نتظر الشخصية وإحنا عادينا دلوقتي في هدوء كان عندك خمس تبديلات نتكلم أهلين إنما هو برضو مستر المسلماني عليه ضغوط ونتكلم برضو في مباراة وقت الضغط صعب إنما إحنا وإحنا هديين أمام ممكن أقول عم رحمدي يستفيل بي وإحمد عبدالقادر فلازم أقدر النقطة دي ليه؟ لأن دائماً المحللين بعد المباراة أعصي كانوا وجود نظري إن فلان أفضل من فلان لأنا بحبش كلام ده بصراحة بحب على الأرض الواقعة إنما أنا ممكن أقول بس بديله المبرر إنه هو في نفس الوقت أنت بتتكلم في مباراة كبيرة وبدأ نزمالك في الوقت ده يعني يفوق شوية برضو عمرو تبديلات كويسة يعني تحترم بالنسبة للمصطفى فاتحي بالزبط دي النقطة اللي نتكلم فيها يعني أشتغل حسين الشحات بشكل كويس وحسين الشحات من التبديلات اللي أجدت في المباراة ممكن زي ما قلت إن فيه تبديلات يعني ما أنت جيتش قوي يعني منهم ميكي سوني ممكن طاهر برضو ملحقش إنه يخش يدخل الجيم بشكل كبير أو سريعا فدي أثرت نسبيا ولو إننا إحنا كجمهور النادي الأهلي بحب النادي الأهلي كان شكل المباراة رايح لسكور عالي يعني مش خمسة بس بعيد عن أن التلاتة اللي دخلوا فينا ممكن فيهم أخطاء فيهم بينالتي فيهم حاجة ماشي أوكي ولكن بتتكلم إن انت كان في وقت معين من المباراة إن انت ممكن توصل هيف سكور بشكل ما أنت ما تدخيلهوش بس طبعا على أرض الواقع الدنيا بتتغير شوي ولكن طبعا النادي الأهلي قدم وراءة كبيرة جدا روح معنوية عالية كنت متوقع النتيجة دي يا كابتن جمال قبل الماتش بالنسبة لخمس أهداف لا صعب كنت شكتوقها حاش يقول لك آه صعب مستحيل بارات أهلي وزمالك من مباراة ستة واحد الدنيا برضو كان يعني لا ما تحسش إن هي ممكن توصل للاهداف دي كلها تلاتة واحد تتكلم في تلاتة اثنين اثنين صفر أربعة حاجات كده إنما تتكلم إن انت توصل خمسة وكان ممكن تعدي الخمسة كمان لا كانت مفاجأة بالنسبة لنا تاخد من مستوى ده الفرقتين ومن نتيجة مؤشرات على شكل الموسم اللي جاي شكل الموسم اللي جاي بالنسبة لنا بالنسبة للنادي الأهلي تحديدا النادي الأهلي إن شاء الله ياخد كل البطولات اللي بيشارك فيها نادي الأهلي عندنا أفضل فرقة دفاعيا وهجوميا وسط ملعب ونجي للتبديلات انت مدفع كبير يا كابتن جميل وأنا دفاعيا دي محتاجة أسمع رأيك شوية إحنا برضو مازلنا يمكن دي حاجة كت واحدة من الملاحظات اللي اتتقدت على أداء الأهلي الموسم اللي فات هي استقبلنا الأهداف كتير إحنا لعبنا خمس مطشاط استقبلنا فيهم خمس أهداف وده بالنسبة لبداية موسم رقم كبير على نادي الأهلي رقم كبير إحنا استضيفنا سؤحظ كبير قوي في مباراة الزمالك تحدي إلا أنت دخل في تلت تجوان أقدر أقول إيه تلت تجوان دول دخلوا إزاي إحنا التغديل في التوقيتات اللي هي صعبة جدا زي مباراة ناس الزمالك واتنين عندك أي من قرش في الشيكي وبدر بنون دي عندنا مشاكل فيها عشان اللعيب يخش الجيم برضو وياخد رتم المباراة زي ما اتكلمت عن أميكي سوني في الدفاع صعب جدا ومعهم حارس المرمى لو حصلت وفي ظروف فيها صعوبة شوية يعني أنا أعظر ياسر إبراهيم وعزر محمد هاني لما دخلوا برضو يعني عندما أدخل الجيم ومباراة كبيرة زي دي فيها صعوبة شوية ولكن بالنسبة للتنظيم الدفاعي أنا شايفه جيد جدا وأكتر من ممتاز وخاصة في الطريقة لما بالعب بتلاتة وحرر الترفين اللي هو أكرم توفيق أو محمد هاني بسفة عم جنرال يعني أو علي معلول اللعيبة دي وفي نفس الوقت ما أقفلت أقفلت قلب الملعب بالنسبة للمدفعين بشكل جيد أقفل ملف القمة بتصفيحات كابتل محمد عدل حكم المورا وكانت قيمك لمستوى أداء التحكيم في اللقاء ده ازاي والله شايف التحكيم معقول يعني معقول ويوصل لدرجة الجيد ليه؟ يعني مباراة كويس يعني بالنسبة له قد مباراة كويس ولكن دايما أنا طبعا موضوع التصريحات والكلام ده يعني أنا معرفش التحدي الكورة كان دايما يقول التصريحات ممنوعة للحكام لعشان ما أقعش في خلط لأن اللي تكلم فيه محمد عدل انت كده دخلت في عدم حيادية مش فير تب تتكلم في حاجة وان انت بقد بفكرت في قصة احتواء لأ احنا شفنا قابليها مباراة المان يونايتد وليفاربول ليفاربول شايل خمسة أو شايل ثلاثة كانش فيه احتواء ولا أي حاجة فيش خالص بوك بعمل خطأ انك انت تحرمني من حق من حقوق المشروع جدا أو ما تطبقش القانون والذي منصة بقولها دايما بتتألف التحكيم المصري ما تنفعش بقولها دي دلوقتي تاني خالص في الظل ده ان أنا عايز اطلع بالمباراة لبر الأمان لا الكلام لا ميتقالش طيب الكلام دي الوقت في قانون انا في ذلك اتمنى اتمنى ان احنا استفيد ده بده في اللي جاي ومعتقد ان نادي الاهلي اعلانها واضحة وصريحة انه مش هيتنازل عن حقه بأي شكل من الأشكال والأخطاء اللي اتكررت سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة مباشرة أو غير مباشرة واثرت على مشوار نادي الاهلي المسلم لفات مش هيسمح نادي الاهلي بتكرارها بأي شكل من الأشكال المسلم طبعا حق نادي الاهلي هروح كل حد اي نادي اي نادي اي نادي حق مشروع لين هو يدافع عن حقوقه دي نقطة مفهاش كلام اروح مع حضرتك لمنتخب مصر سريعا وقبل ما ادخل في الأرقام وموقف المنتخب فيه أو فرصة المنتخب في النجاح الوصول كياس العالم خلينا بص للاختلاف بين مواجهتي انجولا والجابون بالنسبة لماستر كيروش وجهازه عن المطشن بتوعليبية من وجهة نظر حضرتك في المطشن اللي جايين المباراة اللي جايين طبعا لغم اهميتهم الكبيرة بالنسبة للمباراة انجولا ومباراة الجابون ولكن هرجع بس سنة صغيرة للتفاوت ما بين المباراة ليبيا والمباراة اللي كانت قبل كده تحس ان فيه طفرة لأ طفرة كويسة طفرة هجومية تنظيم في المرأة طبعا ما فيه شك تحساب له ممكن كان فيه ظروف قبل كده بغض النظر عن الجهاز الفني ولكن برضو اللي متحكم اللي بيتحكم في الأداء اللاعبين هو المدير الفني او الهيد كوتش زي ما بين سنة ميستر كيروش عمل حسيت ان فيه طفرة هجومية ممكن ثقة زيادة للعيبة يعني ما تحصلش في الفترة القريبة دي إلا إذا كان فعلا ان هو مدرب عنده قدرة يعرف يتعامل مع اللعيبة ويعمل المزيج اللي هو يوصلك للنجاح ما بين اللاعبين المحترفين وما بين اللاعبين المحليين المتواجدين في الدور المصري المطشين اللي جايين بيخدوا من المنتخف في ظروف أفضل نسبيا يعني من ناحية عامل الوقت الرجل جي في المطشين اللي فاتوا من الدار للنار أعتقد الوقت ده قد فرصة أكتر اشتغل مع المنتخب بص على اللاعبية في المطشات الدوري من ناحية كمان سهولة موقف المنتخب المطشين بتواليبي احنا كنا مركز تاني وكنا بالنافس ليبيا نفسها على الصدارة النهاردة انت متصدر مجموعة ومحتاج تلات نقاط بس حسبيا رقميا من المطشين اللي جايين فالظروف نوعا ما فيش ضغوط بالضبط ما فيش ضغوط كبيرة المطلوبة ايه الأهداف اللي يشتغل عليها مستر كيروش في المطشين دول الأهداف ان انا بثبت دايما تشكيلي يعني الشكل اللي هو القريب او اللي في الملعب اه انا واضح ان هو بيستبعد اتنين بياخد اتنين بياخد لعبة جديدة وعنده مشكلة دايما في الاقترارات هو مصير للجدل في حتة الاختيارات دي بالضبط يعني اه حصلت قبل كده طبعا مع لعبتنا مع افشا ومع محمد شريف اخدهم المعسكر ده استبعد عطاق ازيزو وطلق حامد اه يعني ورمضان اه ورمضان صبحي اعميدة بتحس انها اعميدة برضو مهمة بالنسبة للمنتخب بس خلينا اقول لك حاجة الراجل ده لو عنده شخصية ان الاختيار حقق اصيل لجازي الفني يحترم وخاصة لو النتائج ساعدته يعني بعد مباراتين ليبيا الدنيا كويسة مش اي مشكلة فجئنا طبعا الفترة اللي فاتت دي بالاختيارات انه اخد محمد مدي افشا محمد شريف لغم احقيتهم قبل كده يعني احنا بتكلم بس اقول ايه انه حقق اصيل لجازي الفني اختير لعبتي والشكل اللي بشتغل به في الملعب مطلوب منه يبرر من وجهة نظرك كابتن جمال خالص مطلق هو اختياراته مبنية لأي اساس انا ضد دي تماما هو اختياراته انا الاختياراته ومسؤول عنها كني ان انا بستبعد ايا كان لعب حجمه كبير حجمه بالنسبة لعب جماهيري لعب لأ انا ده حق الشرعي انه انا بتحاسب بعد كده على النتائج زي ما احنا بعد المباراتين ليبيا كلنا كنا مع منتخب مصر طيب تعالي نستعرض مع حضرتك كده ونشوف العشر مجموعات اخبارهم ايه والعشر فرق لانه دول يخصونا او يهمونا نعرف ان شاء الله بعد تصدرنا المجموعة باذن الله طبعا مين ممكن نواجهه في العشر الكبار من افريقيا دي العشر مجموعات زي ما حضرتكم شايفينهم وهنمشي مع مجموعة مجموعة طبعا مصر في المجموعة السادسة مع الجابون وليبيا وانجولا خلينا نروح لترتيب المجموعات عشان نعرف مين العشر منتخبات الافريقية لفرصها اكبر في الوصول للمخلق الاخير مجموعة الاولى الجزائر بوركينا فاسو والنيجر والجيبوتي والمفاجأة ان المنافسة في المجموعة دي ما زالت مستمرة بعد اربع لقاءات بين منتخب الجزائر وبين بوركينا بوركينا فاسو قريبين جدا من بعض جدا طبعا قريبين جدا الموضوع يعني هيبقى صعب شوية طبعا فرقيتين خلاص بيعتقد النيجر وجيبوتي خلاص راح ما عندهمش امل رصيدهم من نقاط ما يسمحش بوركينا فاسو والجيليا هما اللي بيتنفسوا على بطاقة التأهل عن المجموعة اي نروح مجموعة بي ترشح تونس تونس وغينيا الاستوائية وزامبيا وموريتاريا هي الاقرب تونس ونتمنها الجزائر ونتمنها طبعا متخبط العربية نتمنها بالضبط متخبط العربية نتمنها بالضبط نروح لسي نيجيريا كيب بردي وركزوا قائم مع المجموعة دي يا جماعة نيجيريا وكيب بردي او الراس الاخضر سنترال افريقا افريقيا الوسطى وليبيريا في المركز الرابع في المجموعة دي والمنافسة بين نيجيريا اللي عندها تسع نقاط وكيب بردي وهقول لكم ليه هنرجع للمجموعة دي هنحط الاسمين دول بين خسينيا كابتن جمال نيجيريا و الراس الاخضر او الراس الاخضر تمام جروب دي عندنا طبعا كودي فوار والكاميرون وملاوي وموزنبيك واحدة من الكبار هيتطلعوا بعض يعني صعبا نجي مجموعة صعبا طبعا اسمين كوار جدا والمجموعة طويل طبعا في كل افريقيا وكاسر عالم كودي فوار او ساحل عج عشرة الكاميرون تسع مين ترشح منهم للوصول يا كابتن جمال دلوقتي دلوقتي يعني قريدي نسابق كودي فوار اعتقد يعني نروح للمجروب اي عندنا مالي في المركز الاول عشر نقاط وراها اوغاندا وكينيا ورواندا اعتقد مالي برضو هي الاقرب مالي هي الاقرب واحنا نشجع مالي طبعا عشان نجنينها عشان قال يوديان طبعا نروح للسادسة مصر طبعا اقرب جدا في الصدارة محتاجة ثلاث نقاط فقط وراها ليبيا ووراها الجابون وانجولا وهنقول مصر طبعا في المجموعة اي معها اثيوبيا وغانا عندها تسع نقاط سوات افريكا هنحط جنوب افريقيا وغانا بين قصين برضو تمام لما نرجع لهم تاني تمام لما نرجع لهم تاني ونذهب لغانا اخر مجموعة سناغال طبعا بدون نقاش لا اما لحبيدة ونبيبيا اخر حاجة نعرضها عشان نروح بقى الكابتن جمالي يشرح لنا رؤيته في الحتة دي هو ترتيب او تصنيف المنتخبات الافريقية اللي هيتحدد على اساسها قواعد القرعة حضرتكم عارفين انه من العشر مجموعات هيتطلع متصدر لكل مجموعة ده حسب تصنيف الفيفا كابتن جمال منتخبات الافريقية في المركز العشرين على مستوى العالم والاول افريقيا منتخب السنغال اللي اتفقنا انه ضمن تمام منتخب تونس سبع عشرين عالميا والثاني افريقيا وبرضو حطينه من ضمن المنتخبات اللي ضمنت الاصول منتخب المغرب في المركز الثالث افريقيا والتسعة عشرين عالميا والجزائر في المركز الرابع افريقيا والخامس عالميا في المركز ثلاثين رابع سوري افريقيا والتلاثين عالميا وفي المركز الخامس افريقيا والستة وتلاثين عالميا نيجيريا وفي المركز السادس منتخب مصر يعني مصر هتيجي في موجة واحدة من الخمسة الكبار لو ضمنوا صدار المجموعات. الفارق بيننا وبين نيجيريا كابتن جمال 30 نقطة. نيجيريا 1478 مصر 1447. وده يدي أهمية كبيرة جدا للمطشين الجايين. لو مصر قدرت تكسب أنجولا والجابون. ونيجيريا تعصرت في واحدة من مواجهتها. اللي بالمناسبة واحدة منهم مع كيب فيردي. وواحدة منهم مع ليبيريا. وكيب فيردي بتنفس نيجيريا. ده معنى أنه مصر ممكن تدخل في الخمسة الأواية. من هنا بتيجي أهمية المطشين اللي ناس كتير جدا بفاكرة أنه. عايزين 3 نقطة بس. لقدرموك يفرقوا معنا بشكل كبير جدا في القرع اللي بعدها. طبعا يفرقوا بشكل كبير جدا. أنت بدل ما هيودوك أنه أنت هتقابل فرقة بالفرقة اللي هي التصنيف الثاني. لقد أنت هتروح التصنيف. إن شاء الله هتروح التصنيف الأول عشان تلاعي فرقة بالتصنيف الثاني. ودي هتسهلك المهم بشكل كبير جدا. مهم مطشين مهمين قوي. عايزين نتفوق فيهم مع إن شاء الله كده التعصر لنيجيريا. على أساس أنه نحن نبقى في الخمسة الكبار. وناخد برضو تصنيف تاني تبقى الدنيا السهلة بالنجبال لشوية. وده كمان يدي أهمية هي القرع بتاعة المرحلة الأخيرة من تصفيات القرع اللي هتتعمل بين العشر منتخبات. هتتعمل يوم 18 ديسمبر. 18 ديسمبر ده معاد انتهاء بطولة كاس العرب. اللي هتبتدي أعتقد من نوفمبر من 20 نوفمبر ل 18 أو 30 نوفمبر. يعني شفقة هي بدايتها في واخر نوفمبر. تنتهي في 18 ديسمبر وتحت رعاية الفيفا. فأعتقد أنها ممكن كمان تضيف الرصيد منتخب مصر من النقاط. وتساهم في تحسن تعتبنا في التصنيف. بالضبط نتمنى أن نعمل طبعا حاجة كويسة برضو كاس العرب بطولة. يعني هتبقى كبيرة وهتبقى بطولة عربية طبعا بحتة. وإن شاء الله نعمل فيها نتائج جيدة يعني. ولكن خلينا في الأول اللي احنا ندور على مباراة الأنجولة والجابون. بالأهم زي ما حضرتك قولت دول الأقرب لنا وللمنافسة هتبقى يعني مش عايزة أقول شارسة ما بيننا وبالنجيريا. طبعا فرق كبير لما أنت هتلعب طبعا تحط في الخمسة الأوائل هتلاقي نفسك برضو فرقة يعني الدنيا معقولة شوار بنسبال. طبعا وتساهم مع فرقة كوبار. ووجهة أبدل ما تصدم بحد من الخمسة الكوبار مغرب تونس وموجهات شمال أفريقيا دي بتبقى بالنسبال. صعبة شوية. بتبقى صعبة شوية بالزبط. يعني رغم من تفوقنا على مستوى الأندية على كل أندية شمال أفريقيا. بس إحنا بنيجي المنتخبات بتبقى العالم صعبة بالزبط. بتبقى صعبة شوية. ماتشة أنجولا اعتبر أصعب من ماتشة الجابون لاعتبارات كتير. طبعا. بتعبار أردا كنبر واحد. ويا ريت لو نعرض صور ملعب المباراة ملعب 11 نوفمبر اللي هيستضيف مباراة مصر وأنجولا. وكمان كابتن جمال المرة دي كتيبة المحترفين موجودة. بالزبط. على عكس المباراة الأولى. المباراة الأولى فعلا. في كتيبة محترفين شايفها يعني لعبة كتير. يعني كانوا حرس المرمى وهجو مركيز وباستوس لعب روستوف الروسي. قايمة كبيرة. أعتقد أن القايمة دي كلما اللعبها بيبقى المحترفين. وخاصة الأفارقة. الأفارقة بيبقى محترفين في أندية. بحس أنهم فرقين كتير مع أنديتهم. فتواجدهم المباراة دي هتبقى برضو هتديها صعوبة نسبيا إن أنت تقدر تتفوق عليهم. ولكن طبعا بمنتقى الأمانة عندنا المحترفين. محمد صلاح والنيني وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي. عندنا لعبة فعلا بتعمل الفرق معنا دلوقتي. لما بيجوا في المباراة بحس فعلا بتقل اللعبة دي في الملعب. خبرات عالية. الضغوط بالنسبة لهم يقدروا يسيطر على الضغوط. ويقدروا يدوا دفع كبير للعبة اللي بتلعب برضو في الدور المحلي. أعتقد إن شاء الله لعبتنا بإذن الله وغلات أنجولا دي نكسبها بشكل كويس. وبعدين نفكر في برطة الجابون إن شاء الله. يعاني المنتخب هجوميا. يعني عندنا عمر مرموش غاب للإصابة. استبعاد زيزو ورمضان والاثنين كانوا من القوامل الأساسي للمنتخب في الفترة الأخيرة. تعتقد إن ده ممكن يخلي مستر كيروش يلجأ لتغيير في طريقة اللعبة أو في التشكيل؟ لا ما فتكرش. مستر كيروش موظم الأجانب يعني. لما بيصبت طريقة بيخلاص هو مثبتها. حتى لما بيستبعد لعبه هو ببقى شايفت مين اللي جاي وراه أو مين اللي هيلعب مكانه. لا المدربين الأوروبيين وخاصة حتى المدربين اللي بيجوا للمنتخبات بيبقوا مركز أو في الجزئة دي. فمعتقدش إنه غير طريقته. إيه التشكيل الأنسب اللي تعتقد إنه مستر كيروش يعتمد عليه في ماتشا أنجولا؟ إيه بوس التشكيل الأمثل. يعني لو قردنا من مبورات ليبيا أعتقد مبورات ليبيا. هتلاقي يعني ممكن تسعة و سعين في المائة. باستثناء عمر مرموش. هيدور البديلة على عمر مرموش فقط لغير. مين أنسب من وجهة نظر الكابتن جمال؟ بالنسبة لمرموش وطبع مستبعد كمار ربضان صبحي. شريف ممكن يلعبها؟ ممكن محمد شريف يلعبها. ممكن محمد شريف يلعبها. بس محمد شريف إنتاجه بيبقى 100% في المعجم. راس حربة. راس حربة. يعني لو دورت على أسماء برضو مين ممكن يكون. يا إما تلجأ. هي غريبة أنا معاك. هي غريبة طبعا يعني. إما تلجأ لتغيير طريقة. يعني تلعب براس حربة صريح شريف. ووراه مثلا صلاح شادو سترايكر وتلعب بأربعة في نص الماء. مثلا يعني. ممكن وارد. بس أنا يعني بحس أنه مستبعدة شوية بالنسبة للمدربين ثبات التشكيل. وثبات الطريقة بتدي نجاح بشكل كبير قوي. مع بعض الأمور التكتكية. أنا ممكن أغير وظائف اللاعبين شوية. ولكن الشكل ممكن يبقى يعني قريب جدا من مباراة ليبيا. إنا محمد شريف. محمد شريف ممكن يلعبها بشكل كوي. ممكن مجدي أفشا يلعبها. بس ما يلعبش على الخطة قوي. زي ما عمل مستر موسيماني في مباراة الزمالك. أو إحنا اللي تعامنا في مباراة البنك الأهلي. إن مجدي أفشا كان ميل أول برة. فما فيش البلاي ميكر اللي بيجيد في قلب الملعب. لما ازبطها الشوت الثاني. ونزل محمد شريف. والله أنت رجعتني السؤال مهم جدا برضو. كان مفترض أسألول حضرتك. وإحنا بنتكلم على الأهلي الزمالك. في ناس بتشوف أن طريقة اللعب 3 في نص الملعب. 4-3-3. طريقة تنفع أكتر. وبتجيب نتيجة عمليا بالتجربة. مع الفرق اللي بتلعب جيم مفتوحه قدام نادي الأهلي. الإسماعيلي عملها فشال أربعة. الزمالك عملها فشال خمسة. المفاجأة في مباراة الإسماعيلي. إنه نجحت الطريقة. اتفاجئوا. اتفاجئوا بيها. ما كانش مقفل مساحات. لما فطلها خالت جلال مباراة البنك الأهلي. لإن المساحات تقفلها. أو لعب 3 وراء. وده كان سؤال حضرتك. هل تعتقد أن الفرق اللي هتلعب دون. أو هترجع فرقتها في نص ملعبها. عشان تدافع قدام نادي الأهلي. تنفع معهم نفس الطريقة. أو تعتقد أن الطريقة الثانية. أو 4-2-3-1 هي تكون طريقة أخرى. نجحت في مباراة الزمالك. نجحت في مباراة الزمالك. لديه دور تكتيكي. اللي ظهر قوي مجد أفشا. للمجد أفشا دخل وسط الملعب شوية. فبدأت خطورته تبان. في البينيات. في الاستحواز. ده اللي بقولك عليه. إنه هو بغير. ممكن غير بعض وزائف اللعب. فده ممكن يرجع له مستر كيروش. كلمة أخيرة المستر مسماني. مسماني طبعا يعني. بحييه طبعا على مباراة الزمالك. والمباراة كلها السابق أو 30 أفريق يو. يعني عامل إنجاز كويسي قوي على بادي الأهلي. اللي بتمنى له بس تركيزه جدا في الفترة اللي جاء دي. التبديلات. التبديلات اللي معاه. ممكن تغيره نتائج مباراة بشكل كبير. لأن انت ممكن في البدايات تعاني شوية. فرع عاملة حسابك تكتيكيا. وقفة لعباتك كويس قوي. زي المباراة زي ما قلت البنك الأهلي. اتأخرت شوية. صحيح. فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق اللي نادي الأهلي. هيا نافس. مش هيا نافس. إن شاء الله ياخد كل البطل. إن شاء الله بإذن الله. يظل الحقيقة يمكن كلمة في حق الرجل الحقيقة. يظل بالدليل وبالتجربة موسيماني. هو أستاذ ورئيس قسم المناسبات الكبرى. مرة تانية بشكرك كابتن جمال. شكرا. ربنا يا خليك أشكرا. شكرا وتحياتي لحضراتكم.